وعشان كده هذكر لحضركم بعض الخطوات اللي احنا لو عملناها ممكن نستطيع ان احنا نصل الى مهارة التفاهم الوجداني او التفاهم العميق اول حاجة الاستماع الفعال احنا محتاجين يكون عندنا قدرة على الاستماع الى شركة الحياة الى الزوج والزوجة بشكل عميق يعني لو قدرت تستمع لدرجة ان انت تستمع الى صوت وجدانه اعمل كده فانت مش مجرد ان انت بتسمع صوته ولكن تفهم اللي بيقوله واللي كمان بيقولهوش تفهم زي ما بيقوله كده اللي من بين السطور وتظهر اهتمامك به يعني مثلا على سبيل المثال هي لو قالت لك مثلا انا النهاردة مش عايزة اخرم تقول لها ما تقولهاش خلاص برحتك لكن تقول لها هي بتسألك هي بتطلب منك الدعم هي بتطلب منك ان انت تكون انيس لها لان هي في حالة قد تكون في حالة اقرب من حالة الاكتئاب اذا كنتم اتفين على حاجة اتفين تخرجوا وبعدنا ايه قالت لك انا مش عايز اخره فهي منتظرة ان انت تتفهم مشاعرها شوفوا الموضوع بسيط ازاي بس هي منتظرة ان انت تتفهم مشاعرها ما تقولهاش كده خلاص ومسألة انتهت وهو كمان لما هو يقول مثلا انا النهاردة مش هنزل النهاردة اقابل اصحابه وهو متعود على ده ما تقولهاش خلاص والله برك ان انت عملت كده لا هي محتاجة ان هي تعمل ايه تفهم اللي هو مقلهوش وخاصة في اوقات كتير الجالة بيبقى تعبرهم عن الاشياء اللي جواهم بيعتبروها انكسار ليهم زي التعبير مثلا عن الازمات الاقتصادية والتعبير عن المشكلات مع اسرته هكذا كل ده فاحنا لازم نستمع جيدا ونقرأ اللي ما تقلش طب انا بخاف ان انا اقرأ اللي ما تقلش فايه اللي يحصل فافهم غلط مع التعود زي ما بيقولوا كده محاولة وخطأ محاولة وخطأ لغاية ما افهم ولازم اجمان بقية الخطوات تراعة فانا رأي ايه كمان رأي التعبير عن المشاعر بصراحة كل واحد فينا يعبر عن المشاعر بصراحة الزوج يعبر عن المشاعر بصراحة والزوج يتعبر عن المشاعر بصراحة وده بيشمل ايه ان انا عبر عن مشاعري وانتباعاتي بصراحة وفيه ايه اللي بيدايق الناس لما الناس تعبر عن مشاعرها ان هي تعتبرها امر نهائي لكن لما واحد يقول والله انا انا هو ده تعبيره انا حاسس بكده ومش عارف اذا كان ده مفيد لنا ولا مش مفيد لكن هو يقول هو حاسس بإيه لأن الإحساس ده تمكن يفتح باب لشريك حياته عشان يقدر يفهمه أكتر وهنا لازم نذكر شيء مهم جدا وهو إنك أنت وإنت بتعبر عن مشاعرك ما تقولش لشريك حياتك أنت عملت فيها كذا وكذا وإنت السبب دي مش طريق التعبير صحيحة ولكن ممكن تقول أنا محتاج كذا قل له لما حصل الشيء ده أنا حسيت بكذا يعني لازم نحاول نبعد عن طريقة الاتهام واللوم لأن طريقة الاتهام واللوم مش طريقة تعبير عن مشاعر ولكن طريقة لإزاء الآخر أو لعقابه الحياة الثالثة اللي احنا لازم نتعود إن احنا نعملها عشان نقدر نفهم شريك حياتنا تفاهم وجداني عميق حياة الثالثة التفاعل الحساس ودي خطوة مهمة جدا جدا ومسألة مهمة جدا 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 تصل إلى حد إن الواحد لو تركها ممكن يتعرض لخطورة ترجمة نانسي قنقر